نؤكد أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية الشعب الفلسطيني وإدانة الهجمة الصهيونية المستمرة على الأراضي المحتلة هذا ما تمخض عنه زعماء حكومة الإطار التنسيقي والتي تصف نفسها بحكومة المقاومة التابعة لمحور الممانعة الإيرانية بيان حكومة السوداني رأى مراقبون أنه مجرد ذر للرماد في العيون ومحاولة لحفظ ما تبقى من ماء الوجه إن وجد في ظل مواصلة هذه الحكومة وداعمها في طهران الاستثمار في القضية الفلسطينية والاكتفاء بدعم الفلسطينيين بشعارات وخطابات لا تسمن ولا تغني من جوع كلام المراقبين عززه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إذ أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق لم تقدم سوى مواقف خطابية فارغة بزعم دعم معركة طوفان الأقصى بل واتهم المعهد هذه الميليشيات بتمثيل دور في عرض مسرحي وربطه بأحداث لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع تحليل المعهد يأتي بعد خطاب زعيم ميليشيا بدر الذي هدد من خلاله باستهداف المصالح الأمريكية إن تدخل الأمريكيون في المعركة ضد غزة وهو أمر غير وارد بتاتا بحسب مراقبين الخطابات الرنانة كانت حاضرة أيضا على لسان زعيم ميليشيا العصائب لكنه ربط وعود القتال إلى جانب الفلسطينيين بأدوات شرط جازمة وأخرى غير جازمة لا يبدو أن فعلها الشرطي قابل للتحقق وإذا طلب منا أن نحضر وأن نشارك في القتال فنحن حاضرون وإن تطلب منا الدعم المادي فنحن حاضرون لطالما استثمر ما يسمى محور المقاومة من رأسه في إيران إلى أذرعه في المنطقة بمحو إسرائيل وتحرير فلسطين لكن هذا المحور وعندما جاءت الفرصة لتحقيق هذه الشعارات اكتفى بالمشاهدة وتجديد إطلاق هتافات دون أن يجرؤ على رمي حجر واحد على أطراف مستوطنة لا تبعد سوى أمتار عن أذرعه في المنطقة في وقت تدك الطائرات الإسرائيلية البيوت في غزة وتهدمها على رؤوس ساكنيها